بسم الله والسلام على رسول الله عزائي المتابعين كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أنا مع سنة ثانية متوسط لغة انجليزية ورح نقدركم أهم المفرادات أهم المفرادات أهم المفرادات اللي حنشوفهم في هذا المقطع إذن هذا المقطع مربوط بالعلوم وحنشوفه أهم كلمة اللي هي العلوم العلم والمعرفة نقوله العالم اللي غازم نحترموه نقوله الآن الساينتيست هذا يقوم بأبحث سوف نقوله البحث في حد ذاته كمشروع يعني كما الأستاذة تمد التلاميذ نقوله البحث الآن هذا العالم يقوم بالبحث إما رح يكتشف حاجة ولا رح يخترع لنا حاجة جديدة إذا كان اخترع شوفوا الفعل اخترع نقوله وهنا درنا الدرس على الفاينال إيدي كيكون عندي هذين نقرها إد so he invented he invented what وش اخترع 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 إذن الاخترع نقوله an invention هنا عدنا unviol ذنك نديرو an من ديروش a نقوله an invention an invention مع انت اخترع بغيال تح inventions inventions إذن بما أن نخترع اخترع فهو مخترع نقوله an inventor an inventor an inventor وكي نروحوا الفعل الاكتشاف نقوله he discovered هنا عدنا R عدنا R so here the pronunciation is he discovered اكتشاف اكتشافا الاكتشاف هو a discovery a discovery هنا ال-Y نقرحها E دونك البرغيال تح رح يكون E E S I E S discoveries discoveries هنا في الكار ديرو الشدة discoveries بما أن اكتشف اخترع الله الله رح يكون مشهور مشهور او معروف باللغة الانجليزية نقوله popular اهم واحدة رح نشوفوها بزاف هي famous famous هذي متقوش famous وقلو fe وهنا هذي تتقرأ famous famous synonym تح well known هذي تتح بزاف الفرد والاختبارات famous ما أر خطط تصيبوها known هذو كامل معنتها مشهور الاكس التح هو مجهول وغير معروف unknown unknown نزيدو لها لبخيف هذا البرفيكس هذا لتع l'opposition اوكي سو popular famous well known known كامل معنتها مشهور العكس التح unknown نواسل هذي العالم كي هرفناه وقدمناه ملينا مدينا ناسيوناليتي تاعو الآن نحن نهضرو على حياته نحن نذكره ميلاد تاريخ ميلاده مكانس وكيفاش نقول ولده ونقوله he was born ولده في اللغة العربية فيها كلمة وحدة ولكن في اللغة الإنجليزية فيها زوج كلمات يمشوا مع بعض ممنوع نسرقهم في زوج العكس التحهم بينسير هو مات وهي died إذن إلا مدولكم died وقالولكم مدولي الأبوزيت تحها جامي ديروا born وحدها لازم was born هذي يعني نقولها بس في بزف لازالة في غلطه هنا يترح لهم النقطة فاز بما أنه عالم مكامل عبما يفوز بجائزة إذن he won الجائزة نسيت مكتبته الجائزة نقوله a prize مثلا جائزة نوبل نقوله noble prize فاز هي won خسيرة ولا ضيعة نقوله he failed ولا he didn't succeed يعني he lost خسر ضيعة احنا بزف راح نشوفه one انسي جام يطح لكم في الدفاع تعكم تعلم على يدي فلان ولا فلان نقوله he learned he learned زع ما languages علما انسي جام يطح لكم واحد قرة في كاش بلاسة نقوله he taught taught هذي نقرها he taught معنتها درسة ولا علما والآن ربما يكون هو من بلد ويروح بلد آخر نقوله سافرة ولا رحلة ممكن تلقوا he moved he traveled سافرة كثيرا he traveled he went to ذهب إلى بلد آخر التحق بجامعة كذا وكذا نقوله he joined هذيك البلاسة he joined the university of المسان for example كما شفتوا برويس غادرا he left إذن هذو هما أهم المفردات اللي رحي نتشوفهم في هذا السيكنس سيكنس number three إلا عندكم أسئلة خليهم لي على شكل كومنتر وإن شاء الله نقرأهم ونجاوبكم تبروا معي الفيديو اللي رامجين إن شاء الله ندلكم لسان دقامات وشوية مراجعات تهلا وفير حكم وفير لكم سلام